نروح لي خبرنا الاول النهاردة وهو عن اللجنة الولمبية المصرية حصل حدوتة كبيرة جداً للفترة اللي فاتت وكأنه حلم الحقيقة يعني احداث سريعة متسرعة بشكل كبير جداً ظنوا البعض انه مستحيل يحصل له اولاً خلينا بتدلكوا القصة من الاول اللجنة الولمبية المصرية ايه يعني ايه لجنة الولمبية المصرية ايه اللجنة ايه يعني ايه وبرع اللجنة الولمبية المصرية احنا عندنا اتحادات أولمبية اللي بتشارك في دورة الألعاب الأولمبية بتقعد بعد ما بيتب انتخابها بتقعد مع بعض وبيعملوا جمعية عمومية وبيختاروا اللجنة الأولمبية المصرية اللي بتشرف عليها الاتحادات فنيا حط فنيا دي 100 خط تشرف عليها فنيا إداريا وماليا تتبع لوزارة الشباب والرياضة وده طبيعي بوزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي هو ممثل الدولة احنا على أرض مصرية إذا نخضع للقانون المصري سواء إداري أو مالي وهو من حقه يحاسب والقانون يداله كده ولكن الفترة اللي فاتت ما كانش ده بيحصل قوي نتيجة تداخل الاختصاصات ما بين الوزارة وما بين اللجنة الأولمبية دكتور أشرف صبحي من أول ما جاء حاول يحط الاختصاص دي في مكانها وكل جهة تبقى عارفة ولكن كان في بعض الأمور اللي ما كانتش بتساعده بشكل كبير ولكن من ضمن الحاجات الجيدة اللي عملها دكتور أشرف صبحي وأكيد الدولة المصرية هي تشكيل لجاند أشرف شيف العريان على اليمين ومهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية الحالي القائم بأعمال اللجنة الأولمبية المصرية خلف المهندس شامحاته خليني بس أحكي لكم قصة دي اللي عازفة من اللي حصل هقوله له تفصيلا بعد قانون الرياضة زي ما قلت لحضراتكم رقم 71 لسنة 2017 حصل يعني بعض الأمور التداخل لاختصاصات ما بين اللجنة اللي كان قانون جديد وكان وضع طبيعي يحصل الوزارة مش عارف اختصاطها إيه الأول بدأت الناس تلجأ لمركز التسويق التحكيم الرياضي أنا واحد منهم وبعد كده بدأت أحكام مركز التسويق التحكيم الرياضي يتم الطعن عليها بدأت طعن على مركز التسويق التحكيم الرياضي نفسه أنه تابع اللجنة الرياضية وإزاي تبقى هي الحكم وهي الخصم في نفس الوقت لأنه كان تابع للجنة الرياضية المصرية وطلع حكم الدستورية العليا الحكم التاريخي للدستورية العليا بعدم دستورية مركز التحكيم الرياضي مركز تسويق التحكيم الرياضي ليه عدم دستوريته؟ لأنه في الأول آخر لازم يتبع لوزارة العدل كما قلت لحضراتكم إحنا هنا على الدولة المصرية فلازم نتبع للقانون الدولة المصرية وإحنا بدول القانون يعني الموضوع مش محتاج تفسيرات كتير فالمهم الدكتور أشرف صبحي بدأ ياخد اختصاته واحدة واحدة المهم بدأ يشكل لجان عشان يشوف المخالفات المالية وده حقه التفتيش المالي على كل الهيئات الرياضية هتقول للتحدات بس لا الهيئات التحدات أندية مركز شباب كله كله فبدأ يشكل أندية وتروح والأندية دي بتطلع بعض المخالفات الإدارية بعض المخالفات المالية يعني من دعلى ده واللي كان بيشوف أنه بيحتاج تدخل منه وكان بيتدخل يعني شوفنا حصل ده في أحد الأندية الكبيرة خلينا نقول يعني بتحديدا نادي الزمالك شوفنا فترة من الفترات حصل بعض الأمور اللي اتدخلت فيها الوزارة يعني بأمور أو أخرى النادي الأهلي من الأندية طبعا الهيئات الرياضية اللي ملتزمة بالقانون 100% وأي تفتشات الحمد لله علينا زي الفل والدنيا جميلة جدا لأن النادي الأهلي دايما بيتبع الرولز وقوانين الدولة بشكل كامل المهم جاء اللجنة راحة الاتحاد الفروسية اللي كان مين رئيسه أنت عشان تبقى عضو في لجنة الامبية المصرية لازم تبقى عضو أو تبقى رئيس اللجنة الامبية المصرية لازم تبقى أنت عضو في أحد الاتحادات لأنه بيتم ترشيح حكم الاتحادات وغالبا اللي بيرشحك بيرشحه عضاء مجالس إدارات ممكن ترشح على فكرة من بره ولكن في العادي بترشح من جوة المجلس موند شام حطب دخل الاتحاد الفروسية كسب آه كسب وبعد كده راح على اللجنة الامبية المصرية نزل رئيس وبعد كده فاز باللجنة الامبية المصرية ده التريف طيب اللجنة اللي اتشكلت من قبل الوزارة راحت لقيت مخالفات مالية في اتحاد الفروسية تم إيقاف الاتحاد وتحويله لجهات التحقيق المسؤولة جوة الدولة عشان تتحقق من ده وتم إيقافه هنا بدأت التحركات وبدأت التحركات في كل اتجاه أنا فيه تفاصيل طبعا يعني كتيرة يعني عايزالة حلقتين تلاتة مش هخط فيها ولكن هجيب لكم الحاجات اللي تقوم التفاصيل اللي تهم المشاهد طبعا يعني حصل انه اللجنة اللمبية الدولية حصل ان فيه شكاوى راحت بدون ذكر الاسامي بقى مين اللي بعتها ومين اللي ما بعتهاش ولكن وصل الامر اللجنة اللمبية الدولية اللجنة اللمبية الدولية كانت في العادي يعني فيه حد بيروح يفتش يعني ما رحش المرة دي ولكن تم اختيار الجزائري مصطفى براف مصطفى براف هو رئيس اتحاد اللجانة اللمبية الأفريقية يعني اللجانة اللمبية الأفريقية لها اتحاد زي الاتحاد أفريقيا كرت قدم كده هو رئيسه اسمها أنوكا فالاتحاد الدولي بعت له خطاب قال له حضرتك تفضل على مصر شوف اللي حصل فيه اتحاد الفروسية ولجنة المنبيه المصرية لأنه طبعا تم إيقافه وتم إيقاف المهندش شاب حطب من اللجنة المنبيه المصرية فالنهاردة بقت بدون رئيس فاكتبع مجلس دات لجنة المنبيه المصرية واعتمت قرار الوزارة ويختاروا ما بينهم المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وكان أمين عامل لجنة المنبيه أنه يبقى رئيس أو قائم بعمل الرئيس فجي مصطفى براغف هنا في مصر وشاف الإجراءات وطلع تقريره وبعته كان الكلام ده بعد يوم 13 يناير طلع تقريره للجنة المنبيه المصرية وأكد أن قرارات اللجنة المنبيه المصرية وزارة الشباب الرياضة إجراءات سليمة 100% وليس فيها شبهة أو أي كان تدخل الرياضة ودي طبعا فندة الشكوى اللي تقدمت ضد مصر واللي كان بيشتكيها كان بيعول على التدخل الحكومي وفزعت التدخل الحكومي عشان يوقف الرياضة المصرية والكلام ده كله طبعا يا جماعة صدقوني يعني غير صحيح بالمر ولكن هي فزعة يعني الحقيقة قعدت في الرياضة المصرية فترة تدخل حكومي تدخل حكومي كلام ده مش مصبوط نهائي الدولة المصرية من حققات حط القانون ليه إعزاء 8 سنين 10 سنين تحط القانون الجامعة العمومية الكبيرة في البلد هو البرلمان المصري المهم راحل تقرير جي من الاتحاد اللجنة المصرية تمام اجتمعت اللجنة المصرية الجامعية العمومية اللجنة المصرية يوم 18 يناير يوم 18 يناير تحديدا وتم سحب الثقة رسميا من المهند شام حطب برا فالمهند شام حطب كان دي شطر خلاص اتأفل او فصل اتأفل مهند شام حطب حق الشرق انه يلجأ لمحكمة الكاس المحكمة الرياضية في سويسرا لجأ لها ورفع شق مستعجل عشان يوقف قرار اللجنة المصرية وجمعية العمومية المصرية بإيقافه تم رفض طلبه تم رفض خبر بيقول لجنة المصرية برئاسة مهندس ياسر ادريس اصدرت بيان من ايام يكشف فيه اخر تطورات او بتكشف فيه اخر تطورات القضايا المرفوعة من المهند شام حطب رئيس اللجنة المصرية السابق بعد قرار سحب الثقة منه بتاريخ 18 يناير اللجنة اكدت ان الدعوة المستعجلة المقامة من شام حطب اترفضت من قبل المحكمة الدولية الرياضية كاس واللي كان رقمها واللي كان رفعها طبعا عشان يوقف اجراءات الجمعية العمومية غير العادية لللجنة المصرية اللجنة كانت عملت الاجتماع الاول الجمعية زمانة الحدقة من 13 يناير وطلب الجزائري مصطفى براف مهلع عشان يبعد تقريره للمسؤول اللجنة المصرية الدولية واللي اكد فيه ان كل اجراءات اللجنة المصرية سريمة 100% وانه ما فيش تدخل حكومي وده حص انقرات اللجنة المصرية ومنع فكرة ايقاف الرياضة المصرية الحقيقة اللي بيفكر يعني موضوع ايقاف الرياضة المصرية ده بصراحة يعني مصر بلد كبيرة جدا جدا ومصر يعني من اكتر الدول اللي بتزم بقوانين الهيئات يعني في الفكرة دي ما توردش في اي يعني عقل اي مصر عائل يعني بفزعت التدخل حكومي وخلى موقفنا القانوني سليم 100% موقف الدولة واللجنة المصرية مصر مقبلة على فترة انا بقول لكم يعني تاريخية لانه يحصل تقارب كبير جدا من وزارة الشباب الرياضة ما بين لجنة الولمبية في الوقت اللي كان الفترة اللي فاتت التقارب ده ما كانش موجود النهاردة قانون الرياضة الدنيا المهندس ياسر ادريس رجل عنده من خبرات الادارية والتنصيق كبير اللي بيكون مع وزارة الشباب الرياضة هنلاقي فترة جاي جديدة هتعود بالنفع للرياضة المصرية ده ديفنت ليه ما فيوش كلام ويعني حاجة 100% هتحصل ان شاء الله كل التوفيق للرياضة المصرية ونتمنها ان شاء الله بداية جيدة لنا في باريس 2024 في الولمبية الجديدة